حصلت العناكب قاعدين يتمشكلون شوفوا كيف الآن فقلت خلني أفرع بينهم وحط لهم دودة لأنه عرفت إيش معنى السواد الموجود عندهم طبعا الآن فتحته شوفوا كيف وحطيت لهم إياه أول ما فتحته بدوا يبعدون عن بعض لاحط شيء شفتوا اللي هناك في الزاوية هذاك ترى هذاك اللي جوه بطنة مليانة كذا أكل شيء واضح أن بطنهم إذا كانت خفيفة أو لونها فاتح واضح أنهم جوانين طبعا الآن حطيت الدودة زي ما تلاحظون كانها قاعدة تطير بس هي ممسوكة بالشباك اللي حطوها جميع أنواع العناكب قاعدة تتحرك كثير وتقاوم وتبغى تطلع من هذه الشباك بس ما تدلي أنها مع كل حركة تتحركها قاعدين يتحرك هون العناكب الموجودين فهذا دليل أو إشارة هو أنه في فريسة قاعدة تدور وتحاول أنها تهرب بأقل من ثانية العنكبوت هذا جاء باتجاه الدودة بشكل سريع واستغربت مرة من هذه الحركة أنا شوفوا كيف الآن شي قاعد يسوي سبحان الله كل طرف من الأطراف حقه قاعد تسوي شغل في واحد فوق مثبت واحد قاعد يدور عليه شوفوا كيف قاعد يدوره الآن وفيه الثانية اللي قاعد أثبتها ويحاول بمبين وفترة وفترة تقريبا يحاول يلدغه ما أدري إش المقصد من هذه الحركة بس راح نشوفها مع بعض وهنا الصراحة الحركة هذه أسميها شورمة الدود شوفوا كيف إش قاعد يسويه كأنه قاعد يحضر شورمة شوفوا كيف قاعد يدورها 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 وفي نفس الوقت قاعد يلفها وسبحان الله لو تلاحظون إنه الآن شوفوا كيف لون الدودة بدأ يسير فيه أبيض اللي هو حق الشباك وأكثر مكان يركز فيه اللي هو مكان الفم أو الراس عشان ينكتم طبعا الآن راح نخليه ونرجع لها بعد وقت ثاني ونشوفه كيف الشباك هذه هل عبتها كاملة ولا لا شوفوا الحركة اللي سواها نسكها وزي اللي لدغة من وراء بس واضح إن الدودة لسه باقي فيها مقاومة فيحتاج العنكبوت إنه يلف حولها الفترات طويلة شوفوا كيف الآن لدغة مرة ثانية أنا مادري الصراحة إيش اللي قاعد يسويه بس واضح إنه يبغى يبنج العنكبوت أو الدودة بالأصح عشان سهل عليه إنه يلف حولها وبعدها يأكلها العنكبوت الثاني واضح إنه جوعان وبطنه صغيرة وقاعد يهتز كثير إلا أنه ما عطى أي أهمية للفريسة هذه لأنه عارف إنه إذا بدأ يتدخل راح تبدأ مشاكل ثانية بين العناكب والفريسة نفسها وهنا لو تلاحظون في نفس الوقت مو قادر يتحرك زي أول وهنا تقريبا إنه خلص من لف الدودة بالشباك حقه شوفوا كيف الآن أنا توقعت إنه قاعد يأكل لكن ما أدري شلي قاعد يسويه ظهر إنه قاعد يربط فيه عشان ما يتحرك أبدا وأنتوا عارفين أيضا إن العناكب ما تأكل فريستها في نفس الوقت دائما تحب إنها تدور عليها وتبدأ تأكلها بعدين تخزنها بمكان معين بعدين تبدأ ترجع وتأكلها مرة ثانية فظاهر إن الشباك حق العنكبوت تحفظ الفريسة من التعفن شوفوا كيف الآن شي قاعد يسوي ما أدريش الحركة هذه اللي سواها شفتوها كأنه قاعد يحط فيه الشباك أو قاعد يخطط سبحان الله أنا صراحة أعجز عن الوصف فقاعد يفكر إنه كيف يشيله يحركه من مكانه يربطه يحاول واحد من أطرافها تبدأ تثبت العنكبوت نفسه شوفوا الآن كأنه الآن بدأ يفترس فيها فيها مقاومة لكن فقط في الذيل نرجع شوية الوراء ونشوف نحصل إن النمل الحاصد زي ما تشوفونا بعد ما نقلناه هذا مسكير متورط فطالع فوق وفي نفس الوقت ما هو داري وين النمل الثاني موجود إن هذولا نقلناهم بشكل مؤخر فقاعدين ينضفون نفسهم عشان ما يمرضون ويموتون وهنا قبل عملية الهروب للنمل صورت هذه اللقطات فالآن راح أوضح لكم إشي اللي صار قبل لا يهربون هنا في نملة ميتة لكن واضح إنها مو من سكر الخيزران أبدا شوفوا كيف ما شاء الله كانت صحتهم كويسة ومورهم تمام وواضح إنهم ما هربوا إلا لسبب واحد اللي هو العفن الموجود عندهم في الزاوية وكانوا يبعدون عنه وكنت قاعد أرطب حقهم العش بشكل مرة كبير المكان اللي هربوا له واضح إنهم كانوا مخططين من زمان لكن كأنهم استعجلوا فيه وأيضا مكانه كان مرة بعيد للأسف العش اللي كنت حاطه لصرصير عفن بشكل مفاجئ ما أدري ليش بدأت تجي هذه الفطريات والبكتيريا وأيضا في ريحة جدا سيئة فإذا بنأكلهم من هذا الأكل لازم ننظف الحشرات قبل أن أعطيه للنمل حصلت عاملة من النجار الياباني واضح إنها طلعت مو تعبانة بس تبغى تشرب بعدين ترجع فالواضح إن الفربونات ما كانت واضحة فأنا عبيت حقهم الأكل شوفوا كيف عدادهم قلت كانوا سبعة الآن صاروا خمسة وهذه السادسة في واحدة ماتت طبعا ما أدري ليش فيها ماسكة على هذا المكان رغم أن ما قد حطيتهم قبل في العالم الخارجي هذا هذه صار أصير ستها من الحوض هذاك طبعا وقضيت عليهم لكن الآن راح نروح للمهمة الثانية واللي هي تنظيفهم وتعقيمهم قبل ما طعمهم النمل هذا الآن راح أحط لهم موية دافية ما هي حارة ولا شي أيضا قد قضيت عليهم عشان ما يصير لهم ألم أو شي طبعا زي من تعرفين الصراصير يبقون عايشين للفترة أطول حتى لو انقطع راسهم فممكن تشوفون فيهم حركات بسيطة فمع الوقت راح يموتون الآن قد راح أحرك فيه وحاول قدر المستطاع حتى أني أقفلها وأرجع بشكل كبير وبإذن الله راح تشوفون الأوساخ اللي تطلع منهم وهذا بعد ما طلعتهم شوفوا كيف في كمية بكتيريا واضحة جبت منديل وحطيتهم فيها عشان يجفون بعدها راح أطعم النمل لأنهم إذا دخلوا وهم فيهم موية راح يسببون فطريات تذكرون الدودة اللي حطيتها لها شوفوا كيف الآن واضح إنها محروقة تماما وأيضا الصراصير حطيت لها ثنين منها إن شاء الله أنها تترك اللعب حقها هذا وتبدأ تأكل اللي حطيت لهم إياه قبل أن يعفنون حطيت النمل سكر الخيزران تقريبا أربع صراصير وحطيتهم لهم في الفتحة هذه عشان أول ما يدخلوا من تحت يشوفونها مباشرة فأيضا رطبت لهم العش عشان يكون الموضوع عندهم تمام ومورهم طيبة لكن ما كنت داري إن هذا الشيء قاعد يسبب العفن بشكل كبير هذه كانت طالعة برة مسكتها ورجعتها فهذه أنا متأكد تقريبا إن هذه اللي بعد ما طلعت هي اللي سببت المشكلة وخلت إنهم الكل يطلعون أنا الصراحة مستغل بن هذا الشيء كيف طلعوا إيش السبب اللي يخلهم يطلعون ما أدري تماما ولا في أي فتحة رغم إنه في نمل حتى من فصائل الثاني لو تذكرون أول كانوا يطلعون من العالم الخارج طبعا طلعت من العالم الخارج زي ما تشوفون شوفوا كيف ما شاء الله جميلة جدا ما شاء الله تبارك الله طبعا أعادي أخليها لن يعرف كيف رجعها وأيضا هذه مهي مرة يعني شدتها زي بعض الملكات فأمورها طيبة بعملها معاملة الكلاب البرية اللي يمسكونهم بره كذا ويطلعون فيهم بعدين يرجعونهم شوفوا كيف ما شاء الله أمورها طيبة فأنا ودي بإذن الله لكبرت هذا المستعمرة أحط له معالم خارجي مرة كبير ونستمتع إنه نشوف النمل هذا الكبير فبلا أكتبوا لي في التعليقات إذا متحمسين صدق إنهم يبدون يبيضون تبدأ عندنا مستعمرة كبيرة جدا من النمل الثور رجعتها بعد ما أخذت لها لفتين شوية واكسجين نظيف فالآن رح تبدأ تفترس النمل عنقفلت عليها وراح أخليها تاكل على مهلها وهنا كانت اللحظة الصادمة اللي ما حصلت فيها النمل أبدا والله شعور مرعب جدا 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 صراحة أقوى شيء صار لي في تربية النمل إنه أربع مستعمرات أو أربع ملكات نمل معهم تقريبا سبعين عاملة ما أدري إذا قلوا أو إنهم عايشين بس طلعوا هربوا تماما من العالم الخارجي طبعا الآن أصور لكم وأنا مو بحسي أبدا قعد أشوف وين المكان اللي ممكن يطلعون منه قلت يمكن دخلوا عند مستعمرة ثانية بس ما شفت شلت المكان كامل فتحته قعد أشوفي مين يسار هل في فتحة ممكن طلعوا منها الصراحة ما حصلت أي شيء أبدا لكن ممكن إنه قلت يكونون تحت في هذا المكان أو في فتحة هنا عشان مستويات الرطوبة تكون عالية أو شيء إنه زي ما نعرف إن النمل يحب الرطوبة بشكل مرة كبير هذا هو مكان العفن في الزاوية زي ما تشوفونه فكانت غلطة مني إنه حط لهم صراصير في العشحق وهم لازم في العالم الخارجي وهم يسحبون على مهلهم وكان باقي فقط هذه النملة فقلت هل أجبرها وخليها تعترف وين مكانهم أو أعطيها أكل مثلا وأجرب أي تجربة عشان يعرف وين مكانهم قلت باحتفظ فيها لكن الآن نفسيتي مرة محطمة فقلت بإذن الله إنه مع الوقت راح أشوف كيف الطريقة اللي حصل فيها النملة اللي هربوا طبعا هذا العنكبوت ما شاء الله خلصوا عليه كامل شوفوا لونه أبيض كامل وامتص السوائل اللي جوه وسار لونه أسود مثلهم تماما زي ما تشوفون فطلعت مو حامل معناها بطنها مليانة جيت باليوم الثاني قلت إيش أسوي فيها هذه هل لازم أطلعها بره وعطيها أكل وخليها تعرف وين مكانهم فعين قلت بطول بالي وإذن الله مع الوقت راح يرجعون لأنهم راح يجوعون وما راح يحصلون أكل في المكان اللي راحوا خاصة أن الأجواء كانت مرة باردة فغير مناسبة لهم تماما وبعد تعب أيام تقريبا ثلاث أيام تقريبا أنا قاعد أدور فهنا ست نملات صدتهم الحمد لله على كل حال وعرفت كيف أجيبهم فطلعوا تقريبا فوق موجودين مكان اللمبة وهذه هي الملكات وهذا البيض حقهم بعد معاناة مرة كبيرة صراحة أنا لازم أني أقول هذا الشيء أنا فخور الحمد لله أني صدت الملكات هذولة لأن ما كنت بعرف بوين مكانهم لو لا أني سويت الحركة اللي هي الطعم للنملة الصغيرة هذه بعدين راحت عشان تبقى تطعم الفصيلة وبعدها عرفت مكانهم وجبتهم كلهم طبعا المكان اللي مشت فيه شوفوا كيف مشوا من هنا وطلعوا لهذا المكان إلى فوق انتم متخيلين رجعوا كم مرة عشان يشيلون البيض ويرجعون نفس الاتجاه اللين ما طلعوا فوق اللمبة هذه شايفين اللمبة هذه الآن فوقها بالضبط كانوا موجودين سبحان الله شيء غريب جدا وما أدري كم استوى الرطوبة فوق وليش اختاروا هذا المكان وهنا المكان اللي حطيت للنملة الصغيرة قطعة من السكر فبعد ما شربت خلتها على مهلها إلين ما شربت وعبت بطنها وطلعت فوق وراحت المكان وعرفتها بعدها جيتهم باليوم الثاني والحمد لله كلهم زي ما تلاحظونهم رجعوا للعش وبطونهم كلها مليانة الحمد لله على كل حال تخلصنا من العفن طبعا هنا في نملة ميتة فهذه كانت تعبانة من الحرب ويوم كنت شيلهم وزي كذا فماتت فايش يسوون يأكلون بطنها والمحتويات الداخلية اللي فيها بعدها يرمون الباقي فسبحان الله شوفوا الآن كيف مستويات الرطوبة كويسة أمورهم تمام حضني للبيض بطونهم مليانة أنا مبسوط جدا اللهم لك الحمد فإذن الله دائما راح أتأكد من أني أقفل العش من جميع الاتجاهات رغم أني إلى الآن ما أدري كيف هرب أصلا الآن مهمتنا هنا نشيل الستة هذولا ولازم نرجعهم عند النمل اللي صدناهم فتكون مهمة صعبة جدا لأنه لازم أفته العش بشكل كامل أيضا الصرصور هذا اللي ما شاء الله كان عايش شوفوا كيف الآن فيه نملة متوعدة للصرصور وجالسة وراه ما أدري هل هي جوعانة مثلا أو أنها تفكر أنها تاكلها مستقبلا أو لا شي فعموما راح أطعمها أيضا الصرصور للنمل هذا لك اللغطية هذه راح نعبيها واحد موية والثاني راح نحطها العسل السكري طبعا بتسألون راح أطعمين راح أحط النمل الثار عشان يكون شي مناسب لها وما تغرق فيه وأيضا الكمية مرة كبيرة بتكون وبسم الله نفتح العش عليها ما شاء الله عليها قاعدة تنظف نفسها مورها زينة اللهم لك الحمد ما تفاجأنا أنها ميتة أو شي الآن راح أفتحها ما شاء الله مصحصها اليوم بشكل مرة كبير شوفوا كيف كانها قاعدة تتوعدني أنها بتهجم علي ومستغربة من الحركات اللي قاعدة سويها الآن شلنا الثنين هذولا الآن مهمة أني أحط الحوض الأول اللي هو فيه الماية وراح أحط الحوض الثاني وأنا متأكد أني أول ما أحطهم راح تشرب منهم على طول لأن النمل هذا بطبيعته ما شاء الله ما عنده غير العسل السكري والبروتين ما ياكل البذور أبدا فقلت خليني أبعد متأكد أنها راح تقرب وتبدأ تشرب يلا لا تفشليني في هذه التجربة أني زي ما أنتم تلاحظين يعني دائما لما أن أصور أو أحط له العكل تطلع مباشرة وتشرب يلا ثلاثة اثنين واحد يلا قولي بسم الله وشربي فأنا ما بسوي أي حركة غريبة عشان الحمد لله شربت ما شاء الله شهيتها مرة كويسة وهذا شيء ممتاز جدا ممتاز لصحتها والخصوبتها وهنا حصلت نملة في العسل السكري اللي كنت حطها هنا وطبعا في واحدة ثانية اللي كانت مسكينة تنظف نفسها ماتت هنا ما فيه أي شيء فمسكينة هذه راح أرجحها الآن لهم بعد ما طلعتها شوفوا كيف واضح أنها ما فيها حيل تتحرك حتى فهذا دليل أنها تعبانة هنا حطيت العسل السكر اللي ما فيه مساحة أصلا في الجهة الثانية فقلتها مشي الرطوبة لهم وهذه مسكينة ماتت طبعا الآن هنا المليكة ومعوها البيض والنمل المحارب وكل شيء لكن مشكلتهم الوحيدة هو أن ما فيه مستويات رطوبة أبدا فعشان كذا حطيت الموية عندهم قريب منهم عشان تجيهم مستويات رطوبة حتى لو كانت قليلة والبذور هنا ما شاء الله جمعوها وحطوها مع بعض طبعا حتى نمل سكر الخيزران حطيت لهم هذه الطريقة نفسها شان يصير كويس لهم أنهم يشربون اللهم لك الحمد والله كل ما أشوفهم أني أمبسط بزيادة أني صدتهم وأن نصحتهم كويسة وأن الملكات ما فيهم أي إصابات مع الجريات اللي صارت معهم زي ما تلاحظون راح نودع العالم الخارجي الكبير اللي صارت فيه مغامرات مرة كثيرة لأنه واضح أن المشكلة كانت فيه شوفوا وين وصلت النمل حق مقوسة البطن مع العالم هذا الجميل لو تذكرون أنه كان حق إيش كان حق نملة السكر القديمة اللي كانت عندنا وبعدين ماتت وباقي العاملة حالها وماتت طبعا هذا بيت جديد عشان ما يكون فيه أي عفن ممكن ينتشر طبعا شوفوا كيف ما شاء الله صحتهم كويسة واضح يستكشفون العالم هذا فالحمد الله جاء الوقت اللي ينفق فيه العش عشان نطلع الست نملات ومنها ننظف العش هذا عشان مستقبلا إذا المستخدمه مع أي فصيلة ثانية لكن راح أهتم جدا بأنه ما فيه أي فتحة في أي مكان وهذا آخر واحد وبكذا تقريبا فتحنا لهم طبعا الآن مهمة عندي صعبة جدا أني أشيل نملة نملة وأحطها بعد ما شلتم كلهم الصرصور قاعد يتحرك طبعا ما فيه أي طاقة الصرصور لأنه ما أكل من فترة مرة طويلة فالآن اللي بسوي هوني أشيل الصرصور وأبدأ أحطها في العش حق سكر الخيزران وأبدأ أطعمهم إن شاء الله أنهم يأكلونه لأنه ما فيه أي شيء تقريبا طبعا جبنا العيد شوي فيه نملتين لما شلناهم أصيبوا إصابات واضح أنهم بيموتون فيها فذلك نملتين لسه مدارين وين المكان ولا يدرون وين أخواتهم ولا شيء فقعدين يسوون قلوم الاستشعار طريقة الاستكشاف فعن قريب راح يعرفون عن المكان لأنه مرة قريب منهم فالشيء الجميل هو أنه بس تنتين اللي ماتوا البقية ما فيهم أي شيء راح يأكلونهم ويأكلون أحشاءهم الداخلية وما راح شيء يضيع أبث طبعا الآن حطيت لهم الصرصور شوفوا كيف أصلا سبحان الله لأنه لها فترة تقريبا ما أكل ولا شيء فبضنة تعتبر مرة فاضية الصرصور غالبا يموت بشكل غريب هو أنه إذا استنفذت الطاقة اللي في جسمه كاملة يموت ما يموت عشان انقطع راسه أو يعضوا منه تقريبا فسبحان الله حتى لو تلاحظون ما انقطعهم من الصين ولا شيء يتحركون حتى لو راس أيضا الآن نشوفوا كيف عشاني فغسطه بشكل بسيط فالآن ما في لحركة بسيطة إلا أنه يبدأ يحرك نفسه كدفاع فمع الوقت إن شاء الله أنهم يأكلونها لأني مو متوقع أنهم يأكلون شيء أصلا بطنة فاضية وما في أي شيء ممكن يستفيدوا منه جيت بعد مدة وحصلت شيء غريب شوفوا كيف اللي بيتشوفون الآن ديحسبون النمل معها راسين لا أكلوا النمل اللي كان مصاب زي ما قلت لكم الأحشاء الداخلية بدون يأكلونها فأش يسوون المهمة الثانية عليهم وأنهم يدفنونهم في مكان بعيد عنهم عشان ما تكاثر الفطريات عندهم هذا الصرصور إلى الآن ما في أحد يفكر إنه يقرب منه والنمل الثنتين اللي كانوا علي سار الآن ولا واحدة منهم موجودة إيش رايكم أقضي على هذه النملة شوفوا كيف قاعدة تتسلق في الجدار وتبقى تطلع من المكان واضح إنه هي سوت عملية الانقلاب وخلت النمل كلهم يهربون جيتهم وحصلتهم قاعدين يشيلون البيض أنتوا عارفين إيش معنا هذا الشيء؟ لازم يصير واحد من الأثنين هذولا إما أنهم انزعجوا أو خافوا فمهمتهم الأول أنهم يحمون البيض أو المهمة الثانية اللي بغلون يسوونها هو أنهم ينقلون أغراضهم كاملة ويدخلون داخل العش لكن الشيء الغريب هو أن العش ما سويت فيه أي رطوبة أنا بغاهم يسكنون هنا لكن أبغاهم كتغيير أنهم يفكرون أنهم يشوفون بيت ثاني يكون أمان لهم يكون فيه لأكل لأن العالم الخارجي الكبير صراحة قررت أنهي تماما من هذه السلسلة شوفوا النملة اللي قدامكم هذه هذه تراها مريضة واحدة من الثنتين اللي يمسكوهم شوفوا كيف قاعدين شوفوا اللي جنبها كيف قاعدة تجمع لحشاء حقها أو حق أختها القديمة وتحطها هنا فكأنهم برمجين على شيء لازم يسوونه اللي هو أي نملة مريضة لأنهم يأكلونها أو أنهم يحاولون يقربونها من أي شيء ثاني عشان الاستشفاء شكرا